مرحبا أحمد فقط لو بدأت بهذا الخبر العاجل قبل قليل الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جدي في قطاع غزة بالإضافة إلى إصابة جنديين آخرين في المعارك التي جرت في جنوب القطاع وأيضا لو عدنا إلى التصريحات التي صدرت عن وزير الأمن يوم أمس والتي أكد فيها بأن سنة 2024 سوف تكون سنة حرب وأن المعارك في قطاع غزة خلال هذا العام سوف تتواصل من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل في بداية هذا العدوان وعلى رأسها تفكيك حركة حماس طبعا وزير الأمن عاد وأكد بأن القوة العسكرية والضغط العسكري على حركة حماس كفيلان بإطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في داخل القطاع وأيضا أركز على نقطة ضرورة أن يكون هناك وحدة في صفوف الإسرائيليين في هذه الفترة من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل في بداية هذا العدوان طبعا هذا في إشارة إلى الانقسامات الحادة التي جرت في داخل كبيرة الحرب سواء بين بني جانس وقادي أيزيكورد من جهة ومن يمين نتنياهو ووزير الأمن من جهة أخرى أو حتى أيضا بين نتنياهو ويو آف جلنت الذين يختلفان حول عدد من النقاط حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التركيز على أن الضغوط العسكرية هي التي سوف تسفر عن إطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في داخل القطاع هذه التصريحات ربما أثارت أكثر غضب عواء الأسرى والمتضامنين معهم لا سيما بأنهم لم يعودوا يثقوا بهذه الوعود التي تقطعها الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم يوآف جلنت ونتنياهو من أن العمليات العسكرية سوف تسفر عن إحداث ضغط عسكري على حركة حماس التي سوف تطلق في نهايتها صراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في داخل القطاع لا سيما بأن هذه الوعود كان يطلقها جلنت ونتنياهو منذ أكثر من مئة يوم لكن إسرائيل لم تتمكن من الوصول إلى الأسرى وتحريرهم بل على العكس تماما قتل عدد منهم بالقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال محاولات تحريرهم عبر العمليات الخاصة وبالتالي المظاهرات تستمر والضغوط العسكرية والضغوط الشعبية تتزايد على حكومة بن يمينة تنياهو من أجل الدخول في صفقة شاملة مع حركة حماس هذه النقطة تحولت إلى نقطة خلافية أيضا داخل كبيرة الحرب رأينا أول أمس كيف أن بني جانس شارك في المظاهرات الحاشدة التي خرجت من تل أبيب وكذلك جادي أزين كوت العضو في كبيرة الحرب ورئيس الأركان السابق أيضا قال بأن يتوجب على أعضاء كبيرة الحرب أن لا يسير كالعميان وأن لا يتبع نفس الخطط العسكرية لأن ذلك لن يفضل أي نتيجة وبالتالي ما يطالبان أن تكون الأولوية الآن هي للدخول في صفقة وتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في داخل القطاع نفس الشيء ركز عليه الزعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيت الذي أيضا دعا الحكومة إلى ضرورة إطلاق صراحة الأسرى وأن تكون هذه القضية هي الأولوية لكن بني يمين نتالياهو وكذلك يؤفجلا يريداني مواصلة الأعمال القتالية ويريداني أن تكون تفكيك حركة حماس هي الأولوية في المرحلة المقبلة ومن ثم يكون هناك ضغط عسكر المتواصل تفضي إلى إطلاق صراحة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في داخل القطاع لكن هذه الإستراتيجية لم تجدي نفعا منذ أكثر من مئة يوم وبالتالي هذه الخلافات متواصلة ولسيما بعد الفيديو الذي بثته كتاب القسام أظهرت فيه مقتلى أسيرين إسرائيليين هذا الشيء أثار غضب عوال الأسرى أكثر وبالتالي الانقسامات تتواصل بين أعضاء كبيرة الحرب والضغوط الشعبية أيضا تتزايد على بن يمين نتنياهو من أجل جعل قضية الأسرى هي الأولوية خلال المرحلة المقبلة وهنا كنت تريد أن أسألك أيضا عدنان عن هذا الفيديو ما هو الملاحظ وكيف تنعكس هذه الفيديوهات أيضا وموضوع التصريحات هناك تطورات عديدة بالجملة إن كان من تصريحات كوخافي أو حتى ما أعلنته مستشفى سوروكا عن استقبالها حالات ووصول العدد أكثر إلى ألفين طبعا بالنسبة إلى موضوع الجرحة كانت تتحدث أيضا عن إصابات خطرة ألفين وخمسمائة كما قالت موضوع الضفة الغربية أيضا نقل وحدة دوفيداب إلى الضفة غيرها دوفيديفان طبعا غيرها مثل هذه التصريحات وتصريحات قالت وما يجري على الأرض وموضوع حتى هذه المظاهرات التي تجري في إسرائيل تطالب ليس فقط بموضوع الصفقة وإنما بإسقاط الحكومة كل هذه التطورات كيف تنعكس كيف يتم التعامل معها أيضا أحمد بات مؤكدا أن هناك تخبط داخل القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل حول استراتيجيات هذه الحرب وأيضا حول اليوم التالي للمستقبل قطاع غزة رئيس الأركان يوم أمس تحدث وقال بأن غياب الاستراتيجية لليوم التالي لهذه العمريات العسكرية تؤدي إلى التآكل الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي سمعنا يوم أمس بأن وزير الأمن أعلن عن انتهاء المناورة العسكرية كما تسمى هنا في إسرائيل في شمالي قطاع غزة وبأن هذه المناورات سوف تنتهي قريبا في المناطق الجنوبية من القطاع وبأن الجيش حقق إنجازات كبيرة على الأرض لكن في الوقت نفسه تعود المقاومة الفلسطينية وتطلق رشقات صاروخية تستهدف غلاف غزة وأحيانا تستهدف قلف تل أبيب وبالتالي تخلط الأوراق الإسرائيلية من جديد وتعود إلى المربع الأول وبالتالي أي حديث إسرائيليا عن أن هناك إنجازات وتحقيق لأهداف هذه العملية العسكرية تذهب سودان بعد عودة المقاومة للظهور مرة أخرى من المناطق التي تقول إسرائيل بأنها انتهت فيها